تمكن فريق طبي سعودي التابع لمركز المالك سلمان للغاتة والأعمال الإنسانية بمركز نبض الحياة لأمراض وجراحة القلب بمدينة المكلة من إجراء عملية فريدة لفتح الشريان التاجي الأيمن عبر القصطرة لمريض يبلغ من العمر 57 عام يعاني من الآلام الصدرية متكررة وخضع المريض لقصطرة استكشافية وتبين أنه يعاني من استداد مزمن بالشريان التاجي الأيمن ونظرا لصعوبة فتح الشريان بالطرق التقليدية استخدم الفريق الطبي السعودي طريقة فتح الشريان عن طريق الشريان التاجي الأيسر عبر تقنية حديدة مما أدى إلى فتح الشريان وزرع دعامة دوائية ترجمة نانسي قنقر